الخبر التالي الحقيقة معانا الخاص بضريبة القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة المفروض النهاردة كان لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب كانت عاملة تصويت عشان يستقروا على النسبة المقترحة للضريبة الدريبة الحكومة مقدماها في مشروع القانون 14% مجلس النواب شايف ان معقول اوي او مناسب جدا في الظروف اللي احنا فيها والاسعار والغلاء انها تكون 12% بس الحكومة عايزة 14 مجلس النواب او لجنة الخطة والموازنة عشان اكون دقيق شايفة انها 12 نهاردة كان المفروض يكون فيه تصويت عشان توضع في التقرير اللي هيرفع لرئيس المجلس دكتور علي عبد العال والفلور للجلسة العامة يرفع ب12 ولكن لجنة الخطة والموازنة النهاردة قالت لا احنا هنسيب الامر ده نسيب الامر ده للجلسة العامة الجلسة العامة هي اللي تصوت على النسبة عايزين يخلوها 14 زي ما الحكومة عايزة 14 عايزين يخلوها 12 واللي احنا بنوصي به ليكون هو 12 ولكن ترك الامر الحقيقة للجلسة العامة قريب الحقيقة كان فيه بعض كده مش اقول المشدات ولكن اختلافات في الرأي الحكومة بتدافع عن وجهة نظرها بتقول يا جماعة ضربة المبيعات 10% احنا هنزود شريحة الممولين في ضربة القيمة المضافة الناس اللي كانت بتتهرب كده من تحت وما بنقدرش نسيطر عليها مش ضمنها للوعاء الضريبي الناس دي هتنضم بضربة القيمة المضافة فبالتالي هيحصل سوء واحد يحصل اصلاح للمنظومة الضريبية مش عمر يدفع وحسين ما يدفعش لا يبقى الاثنين لازم يدفعوا كل طرف في سلسلة الانتاج لازم هيدفعوا في النهاية هيسترد القيمة اللي هو دفعها لما بيوصل للمنتج للسلسلة الاعلى منه او للمرحلة الاعلى منه ثم تجيلي انا في النهاية كمستارك وانا اللي بدفع الضريبة النهائية هتبقى 12 هتبقى 14 على كل الاختلاف ان الحكومة شايفة انها بنية تصوراتها المالية على فكرة 14% الواحد في المية الزيادة الحكومة بتقول ده هيساوي معي حوالي 8 مليار حوالي 8 مليار مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة وده كان الحقيقة على لسان بعض من اعضائها المهانس سياسر عمر تحديدا وكيل اللجنة كان بيتكلم ان الواحد في المية هيفرق حوالي 15 مليار جنيه يعني الواحد لو هي 12% لو بقت 13 يبدأ معناها زيادة في الحصيلة 15 مليار من وجهة نظر مجلس النواب او 8 مليار في تقديرات الحكومة طبعا مبلغ متفاوت كبير او التقديرات متفاوتة 15 مليار الواحد في المية ولا 8 مليار الواحد في المية السر على الحقيقة عند الحكومة وعند لجنة الخطة والموازنة عشان كده النهاردة الحقيقة كان فيه مشدات حادة ما بين اعضاء اللجنة وما بين ممثل الحكومة سيد الوزير عمر الجرح ووزير المالية والسيد عمر المنير نائب الوزير لسياسات الضريبية اختلاف الحقيقة على هذه القيمة وزير المالية قال كلام الحقيقة لازم نقف عنده تخفيض سعر الضريبة لأقل من 14% لا يتناسب مع توجهات حماية محدودية الدخل ويفرغ القانون من مضمونه وقال ان تخفيض سعر الضريبة لن يمكن الحكومة من الوافق بالقزاماتها وفقا ما جاء في برنامجها وهو الجزء الخاص بالصحة والتعليم ده هيقدر انخفاض موارد الموازنة العامة للدولة يعني واضح ان الحكومة بنية البرنامج الاقتصادي او جزء منه مش معقولة برضو يعني البرنامج حكومة هيتبني على 1% او 2% في القيمة المضافة يعني الحقيقة مصر اكبر من كده يعني مصر اكبر من انها تبني اقتصادها على زيادة الضريبة او تربط موازنتها العامة بفكرة زيادة الضريبة اه ممكن يأثر ممكن يأثر ولكن وفقا للتقديرات الحكومة لو بتتكلم 8 مليار الـ 1% يعني هما 16 مليار لو ابقتها عند 12% الـ 16 مليار دول ده من وجهة نظر الحكومة هما بس 8 مليار اللي هي الـ 1% من وجهة نظر خطة وموازنة في مجلس النواب بيقول لا ده الـ 2% دي تعمل 30 مليار على اي حال يعني هل معقولة موازنة العامة للدولة او نظام شبكة الحماية اللي معمولة خصوص في الصحة والتعليم واحمد محدود الدخل هل هي تتوقف يا معين الوزير عند 2% فرق في الضريبة في ضريبة القيمة المضافة ده الحقيقة عايزين طبعا لازم هنقف معاه أو في هذه النقطة يعني عند المختصين في هذا الأمر وزير المالية قال ان الفئات الأقل داخل محمية من الضرائب في القانون بواقع 85% حقيقة أمور كتير في هذا الأمر وفي بعض النواب الحقيقة قالوا زي مثلا النائب طلعت خليل عضو اللجنة قال ان اقران هذا القانون في الوقت الحالي أمر صعب لا يمكن القبول به ولا يجب أن يتحمل المواطن أي زيادات في ضوء ارتفاع الكثير من السلع زي الدرائب عفوا زي الكهرباء والمياه السيد عمر المنير مساعد وزير المالية لشؤون الضربية أو السياسات الضربية قال ان معدل الـ 14% ده قيمة الضريبة يتناسب مع الإعفاءات في السلع والخدمات المدرجة في القانون في حال 52 سلعة مش مفروضة عليها أساسا هذه الضريبة والمواطن مش 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 حس بالأمر ده في عدد 52 سلعة لكن في بعض السلعة الأخرى هيكون فيها الحقيقة هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر